اول مباح يوم الماتش يوم ماتش السوبر كنتم اتكلم على عبدالله السعيد زي اللعيب رايح عبدالله السعيد يعني انا فيه ناس انا شهدت فيها مجروحة لا ارجوك اشهد منهم يعني طب طالما قلت لها لعبدالله السعيد اه انا مثلا قلت لك منت شوية ان البطولة دي انا مبسوط يعني انا يمكن فرحان اكتر من اللعيبة بس انا فرحان بالزيادة وطبعا عصير الجمهور والزمالك والقصة دي كلها طبعا بس في بعض اللعيبة كده فرحانا لهم اكتر شوية منهم عبدالله السعيد انا عبدالله السعيد انا اشتغلت معاه في غرامتز و بعرفت بجد عبدالله مكمل للسن ده ازاي ومتقلق ازاي ومحافظ على نفسه ازاي الافيدة طبيعي ازاي مش هتتفاجئ عبدالله السعيد اكتر لعيب في مصر محافظ على نفسه اكتر لعيب في مصر عارف ايه ليه و ايه عليه عارف امتى هيتمرن جابن امتى ما يتمرنش امتى يريع بيأكل كويس بينام كويس بييجي قبل التمرين بساعتين. التمرين بتاعة زي المطش. بتيجي تتفرع التمرين بتاع بهذه الساعة زي المطش بزبط. يعني اللي بعملو في المطش بعملو في التمرين. مش كسو يعني في التدريبات. خالص خالص. باخده الموروب جدية جدا جدا. فاللي هو في لازم ربنا هيكرمه. اه. فانا قد صوت البطولة دي. آآ عشان عبدالله بالزيادة. مم. عشان تشي كبالة. عشان تشي كبالة. انا عارف آآ عشان شكبالا قريب مني جداً فأنا عارف الأدوار اللي بعملها بره الملعب قبل في الملعب قل بالك شكبالا مثلاً ما لعبش السوبر أكتر واحد تعب في النهائي ده شكبالا معينه ما لعبش أكتر واحد تعب من غير ملعب طبعاً كلام مع اللعيبة ولمة اللعيبة وحماس اللعيبة ودور مع اللعيبة وفي الماتش وقبل الماتش عمل مجهود مش طبيعي ففرحانه له جداً عمر جابر لما رجع من برة من زمازلين بتشتم طول الوقت طول الوقت حتى لو ملعبش والفرقة خسرت الناس بتشتموا صح وليه جبت عمر جابر ورجعت عمر جابر ليه؟ ضغوط مش طبيعية محدش تحملها محدش تحملها غير واحد شخص عارف هو بيعمل ايه شخص محترم جداً بيحب زمالك جداً جداً وبيحب الجمهور جداً عمر يعني غير ان هو صاحب أخيها الصغير يعني ففرحانه له جداً جداً أحسن لعيب سنة فاتف الزمانك لغاية دلوقتي هو أحسن لعيب في الزمانك أكثر واحد مستوى ثابت ففي ناس كده بتفرح له بفرحة زيزو زيزو الفترة اللي فاتت زيزو ماشي زيزو قاعد زيزو بيسمع ما اللي يسمع أرقام غريبة وفي الآخر قاعد فعقلية غير زيزو غير زيزو مش هيبقى عنده الروح دي ويقاطب في ملعب بالشكل ده الصح فإن واحد يموت نفسه كده ويقاطل كده غير إن هو طبعاً بيحب النادي والجمهور واللعيبة لا عقلية تحب التعامل معاك حسن عبد المجيد أخباره ايه معاك مبروك ولعب كويس باختصار شهر مانا حسن عبد المجيد لأ مركزك بقى ومدافع وبتاع ودائماً ينتقد ويهاجم فأولت سارجل عبد المجيد بص بص الزمالك دلوقتي كذبان بطولة مهمة وأتمنى دي دي تبقى بداية تقلق الناس اللي كانوا متقلقين يحافظوا على التقلق اللي كانوا بعيدة عن مستوهم شوية يرجعوا تاني ممكن أولى حسن عبد المجيد منهم لأن في فترات حسن عبد المجيد منهم لأن في فترات حسن عبد المجيد حسنت أنه مثلاً مؤثر في حقق نفسه شوية عنده إمكانيات كويسة جداً لعب صغير وأساسي في نادي الزمالك وده اسم كبير لأنك تلعب السنة الزمالك ده حقق كبيرة جداً وابن النادي فجمهور كده كده وقف في ظهرك ولعب إمكانياته كويسة الرجل بنعب دماغه كويسة وجاب الجوان مؤسرة جداً فالحادة كلها لازم تستغلها لأنها تتكسر الدانيا تتكسر الدانيا تبقى أن مرة واحدة في المكان ده عشر سنين حسام شوية المستوى ما قدش أحسن حاجة قعد فترة كبيرة فلا كنت تزعلان أن حسام كده مش هزاول لكم موقع متقلق كل الناس شايف أن هو مش أحسن حاجة فحسام لما واحد زيدها بالمواصفات دي كلها تزعل أن هو مؤثر في حق نفسه مفروض يبقى في حتة أفضل مفروض فأزعل على اللعب نفسه فحسام إن شاء الله ربنا يسهل ويكرمه الموسم الجديد أتمنى أنه يبقى المرة واحدة في مصر كلها مش في الزمالك بس أتمنى الزمالك بالقائمة دي يقدر يخش الموسم الجديد وينفس على البطولات ولا لسه عنده ناص عايز مدافع أنا قلت الكلام ده قبل السوبر وهقوله بعد السوبر لأن فوزنا في تسعين دي قافي يوم بس أنا عندي تلتمائة يوم دور طويل جداً مدافع غيني تحت السنة أنا معرفش تحت السنة ده عمل إزاي معرفش بس الزمالك عايز مدافع عندي خبرات كويسة ومدافع كويسة كمان مع الناس مع حسام ومع المثلوسي ومع الناس الموجودة